كعادتها في كل عام موسكو تستقبل أعياد الميلاد ورأس السنة بأبهى حللها فالساحات والشوارع تتحول إلى لوحة فنية مرسومة بأضواء متناسقة وملونة بأشجار الميلاد العملاقة المستوحات زينتها من قصص الخيال الروسية موجة السقيع وانتشار المتحور الجديد لم يمنع سكان العاصمة من الاحتفال والوجهة الرئيسية إلى الساحة الحمراء التي تفتتح مدينة لألعاب الأطفال وسوقا لشراء الهدايا التذكارية التي اعتاد الروس على تقديمها لعائلاتهم وأصدقائهم كتقليد سنوي محبب يحمل أطيب الأمنيات للعام الجديد لدينا مزاج جيد للعطلة وننتظر العام الجديد بتفاؤل لأننا مضينا وقتا صعما في العزلة العام الماضي على عكس ما نراغ اليوم الحدائق والمطاعم تعجب المحتفلين سنذهب إلى المنزل الريفي لنحتفل بالعام الجديد مع جدائر فلم أرهم منذ فترة طويلة وأفكر بالهدايا التي سأحصل عليها واليوم أتمتع بالسير في الساحة الحمراء كل شيء ملون مرائب كل هذا الجمال لم يصنع بين ليلة وضحاها وإنما هو نتاج أشهر عمل طويلة لمصممين وفنانين يطرحون أفكارا جديدة تتلاءم مع المناسبة فكرة هذا العام مهرجان يحمل اسم رحلة في الميلاد يتألف من عشرين موقع في ساحات مركز العاصمة كل منها يتضمن مشهدا يختلف عن الآخر هنا مثلا خصصوا معرض أشجار يستحضر المدن الكبرى فكل شجرة تحمل اسم مدينة ومزينة بما تشتهروا به نحن سعداء بالتنزه وقد وصلنا إلى هذه الساحة ورأينا فكرة أشجار المدن الكبرى ولحسن الحظ يوجد واحدة تمثل مدينة برلين فأقرباء قدموا من هناك لنحتفل سويا فكرة مثيرة للاهتمام تزيين أشجار الميلاد بموضوعات مختلفة ولمدن مختلفة ولم أرى ذلك في أي مكان آخر ونحن الآن نقف عند شجرة الميلاد الخاصة بموسكو وقبل استقبال العام الجديد لا تنسوا أن تضعوا أمنياتكم في يد بابا نويل أو ما يعرف في روسيا باسم ديد ماروز أي جد الجليد ترافقه فتاة الثلج الروسية لعلها تتحقق وتصبح السنة الجديدة كما تتمنون وترغبون مليئة بالأمل والسعادة وكل عام وأنتم بخير مرام حمصي اليوم موسكو